اعزائي طلبة الطالبات التعليم الفني التجاري اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة شعبة الشؤون القانونية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات النهاردة بنستكمل مع بعض شرح مادة القانون التجاري وفي القانون التجاري احنا قلنا ان احنا بنتناول شرح القانون رقم 17 لسنة 1999 وقلنا باحكام القانون دوت هنتكلم السنة دي عن الاوراق التجارية بالنسبة لي الفصل الدراسي الاول هنتكلم عن الاوراق التجارية بعد كده هنتكلم مع بعض في الفصل الدراسي التاني ان شاء الله عن بابين تانيين هما باب العقود التجارية والباب التالت باب الشركات التجارية في الباب الاول هو باب الاوراق التجارية اتكلمنا مع بعض وعرفنا ان في عندي تلات انواع من الاوراق التجارية احنا بنتكلم عنهم في العام الحالي ايه هما؟ قلنا انه هما الكمبيالة السند الازني او لامر والشيك بدأنا مع بعض واتكلمنا في الكمبيالة وقبل كمان الكمبيالة اتكلمنا عن الاوراق التجارية بصفة عامة اتكلمنا عن تعرفها عن خصائصها عن وظائف الاوراق التجارية وبعد كده فيه اتكلمنا عن أمثلة اللي ادهلنا المشرع والمشرع لما اتكلم عن الأمثلة بتاعتنا اللي هي الثلاث أوراق التجارية اللي بندرسهم في الفصل الدراسي الأول اتكلم عنهم على سبيل المثال ولا على سبيل الحصر دايما نقول اتكلم عنهم على سبيل المثال أو ذكرهم على سبيل المثال يعني معنى كده إن أي ورقة بينطبق عليها جميع خصائص الأوراق التجارية فهي بالتالي هتعتبر ورقة تجارية وهنتعامل معها كورقة تجارية حتى لو كانت لم يذكرها المشرع في نص القانون طيب بعد كده اتكلمنا مع بعض وبدأنا بيه الكمبيالة وفي الكمبيالة اتكلمنا عن حاجات كتير فيها والنهاردة بإذن الله هيكون معينا آخر درس فيه الكمبيالة طبعا احنا هنلاحظ ان الكمبيالة اخدت مننا اكبر قدر من عدد الحلقات ومن الشرح ليه؟ لان احنا قلنا ان هي حتى في القانون نفسه في احكام القانون رقم 17 نفسه لسنة 99 فهذه الورقة التجارية او الكمبيالة برضو استحوزت على عدد كبير من المواد اللي موجودة في هذا القانون طيب وهنلاقي برضو وإحنا بنتكلم عن الكمبيالة لما هنيجي نذكر باقي الاوراق التجارية فإحنا هنتكلم ونقول ان اغلب احكام الكمبيالة بتنطبق على الاوراق التجارية الباقية علشان كده احنا ركزنا جدا على الكمبيالة كشرح وكورقة كشرح ليها كورقة تجارية طيب تعالوا بقى مع بعض نفتكر دلوقتي ايه اللي احنا درسناه في الحلقات اللي فاتت على عجالة علشان نقدر نكمل عليه النهاردة بإذن الله الجزء الاخير من درس الكمبيالة احنا اتفقنا مع بعض ان احنا هنتكلم عن الباب الاول وهو باب الاوراق التجارية وفي الباب ده قلنا هناخد الكمبيالة والسند الاذني والشيك عرفنا ايه هي الكمبيالة وقلنا ان الكمبيالة هي ورقة تجارية مكونة من كام طرف ورقة تجارية بتجتمل على ثلاث اطراف وهي ورقة تجارية ثلاثية الاطراف بتتضمن امر من شخص يسمى الساحب الى شخص اخر يسمى المسحوب عليه بان يدفع مبلغ من النقود لاذن شخص ثالث يسمى المستفيد في تاريخ محدد او قابل للتحديد او بمجرد الاطلاع ويكون هو الحامل الشرعي لكمبيالة يبقى هنا ده ابسط تعريف هتلاقيه لكمبيالة هي بتتكون من كام طرف ثلاث اطراف بموجب هذه الورقة او بموجب الكمبيالة عندي الساحب بيصدر امر بالدفع للمسحوب عليه يا مسحوب عليه ادفع لاذن فلان اللي هو المستفيد ادفع لاذن المستفيد مبلغ وقدره كذا يبقى هو بيحدد المبلغ في تاريخ محدد او قابل التحديد او حتى ممكن بمجرد الاطلاع طيب بعد كده اتكلمنا في الكمبيالة قلنا هنتكلم في الكمبيالة عن ست فصول عند ست مباحس او ست فصول اول حاجة اتكلمنا فيها انشاء الكمبيالة تداول الكمبيالة ضمانات الوفاء بالكمبيالة الوفاء بالكمبيالة الامتناع عن الوفاء واخيرا انقضاء الالتزام المصرفي في انشاء الكمبيالة اتفقنا ان احنا هنتكلم فيها على اول حاجة خالص عندي الشروط الموضوعية لانشاء الكمبيالة عرفنا ان عندي اربع شروط موضوعية لانشاء الكمبيالة ايه هي؟ قلنا الرضا الصحيح محل الالتزام الثابت في الكمبيالة سبب الالتزام الثابت في الكمبيالة واهلية الالتزام في الكمبيالة يبقى الشروط الموضوعية عندي لانشاء الكمبيالة اربعة رضا محل سبب اهلية وده لما نحفظهم لانه هنلاقيهم هما نفس الشروط الموضوعية اللي في باقي الاوراق التجارية اللي انا بتكلم فيها يعني هنلاقي دي نفس الشروط الموضوعية اللي موجودة في السند الازني ونفس الشروط الموضوعية اللي موجودة ايضا فيه الشي اتكلمنا بعد كده عن الشروط الشكلية لانشاء الكنبيالة وعرفنا انه عندي شرطين اساسيين ايه هما والحاجة الكتابة وقلنا ان بما ان الكنبيالة ورقة تجارية واحنا كنا اخدنا قبل كده في خصائص الاوراق التجارية ان هي سقوك مكتوبة فبالتالي لابد ان الكمبيالة تكون في صورة محرر مكتوب وقلنا ان احنا عمرنا مبل كده ما سمعنا او ما توجدش ان احنا فيه كمبيالة شفاوية كمان الكتابة مهمة علشان تقدر تثبت الالتزام الصرفي فيه التزام هيثبت بدون توقيع لا يبقى لازم كمبيالة مكتوبة او ورقة مكتوبة علشان يقدر المدينة الاصلي فيها يوقع وقول انه هو ده الملزم او هو صاحب الالتزام في هذه الورقة او في هذه الكمبيالة تاني شرط من الشروط الشكلية وهو توافر البيانات الالزامية وقلنا ان المشرع عندي اشترط عشر بيانات الزامية لابد ان هي تتوافر في الكمبيالة اول شرط عندي او اول بيان هو كلمة كمبيالة بيان امر الدفع مبلغ الكمبيالة اسم المسحوب علي اسم المستفيد تاريخ انشاء الكمبيالة مكان الكمبيالة معاد الاستحقاق مكان الوفاء واخيرا توقيع الساحب يبقى دي عندي البيانات الالزامية اللي اشترط المشرع توفرها في الكمبيالة طيب وعايزين نخلي بالنا ان اي بيان من هذه البيانات بيترق فهو في احترام عدم احترام لشكلية الالتزام الصرفي طيب وايه نتيجة عدم احترام شكلية الالتزام الصرفي نتيجته هو البطلان يبقى عند ترك اي بيان من البيانات الالزامية سالفة الذكر بتتعرض الكمبيالة للبطلان ولكن في عندي بيانات ممكن ان هي تتخلف عن الكمبيالة ولكن بتظل الكمبيالة صحيحة عندي ثلاث بيانات ايه هم؟ اول حاجة بيان مكان الانشاء لو تخلف بيان مكان الانشاء بتعتبر الكمبيالة انشأت في العنوان الموجود بجوار اسم الساحب ولو تفتكروا كنا قلنا مكان الانشاء مين اللي انشأ الكمبيالة؟ مين اللي حررها؟ هو الساحب فطبيعي ان لو ما كتبناش او لم يذكر مكان الانشاء فهيبقى موطد الساحب هو ايه؟ هو عنوان انشاء الكمبيالة طيب لو تخلف بيان مكان الوفاء لو مكان الوفاء مكانش موجود هتعتبر الكمبيالة مستحقة الوفاء في العنوان الموجود بجوار اسم المسحوب عليه طيب ليه؟ قلنا لان مين اللي هيوفي بيه الكمبيالة المسحوب عليه هو اللي هيقوم بالوفاء بالكمبيالة فبالتالي يبقى المكان لو مش مكتوب لو مكان الوفاء مش موجود فيه الكمبيالة فبالتالي هيبقى مكان الوفاء هو موطن المسحوب عليه اللي هيوفي بالكمبيالة طيب تالت بيان معنا وهو بيان معاد الاستحقاق لو تخلف بيان معادة الاستحقاق هنتعتبر الكمبيالة مستحقة الدفع لدى الاطلاع يبقى مجرد تقدمها بتكون مستحقة الدفع بعد كده اتكلمنا عن الشروط الاختيارية في الكمبيالة وعرفنا ان بجانب البيانات الالزامية اللي اشترطها المشرع فيجوز للمتعاملين بالكمبيالة ان هم يضيفوا اي بيانات تانية او اي بيانات اخرى الى جانب هذه البيانات اللي اشترطها المشرع لكن عندي شرطين ايه هما اول حاجة ان البيانات الاختيارية او الشروط الاختيارية ما ينفعش ان هي تخالف النظام العام والاداب العامة تاني حاجة تاني شرط ان هي ما تأثرش على طبيعة الالتزام الصرفي الثابت في الكمبيالة وعرفنا ان عندي اربع شروط اختيارية هما المقررين علي في العام الحالي وقلنا ان اول شرطه هو شرط الرجوع بلا مصاريف او بدون احتجاج تاني شرطه هو شرط عدم القبول وشرط التقديم للقبول تالت شرطه هو شرط عدم الضمان والرابع هو شرط اختار المسحوب علي واتفعنا ان في قعدتين اساسيتين انا بتعامل بيهم بالنسبة للشروط الاختيارية في الكمبيالة اول قاعدة بتقول لي ان اذا وضع الساحب شرط يسري هذا الشرط على الكمبيالة بالكامل يبقى لو الساحب حط شرط من الشروط اللي قدامي دي في الكمبيالة يبقى الشرط ده هيسري على جميع الاطراف اللي موجودة فين في الكمبيالة طيب القاعدة التانية بتقول لي طيب اذا كان بقى لوضع الشرط هو احد المظاهرين قالك في الحالة دي بيسري الشرط على هذا المظاهر وحده طيب ده ليه قلنا تنفيذا لمبدأ استقلال التوقيعات دي كانت انشاء الكمبيالة كان المبحث الاول اتكلمنا فيه عن انشاء الكمبيالة بعد كده اتكلمنا عن تداول الكمبيالة وعرفنا كيف بيتم تداول الكمبيالة عرفنا ان في عندي طريقين هما اللي بيتم بيهم تداول الكمبيالة اول طريق عندي وهو طريق التظهير وتاني طريق هو طريق التسليم ولما اتكلمنا مع بعض عن التظهير وعرفناه عرفنا ان التظهير هو بيان بيكتب على ظهر الكمبيالة بيفيد نقل الحق الثابت بها الى اذن شخص اخر يبقى كل اللي عليك لو عايز تظهر هذه الكمبيالة ان انت بتقلبها على الظهر وبتكتب البيان اللي بيخص التظهير ايا كان نوعه وعرفنا ان فيه بيان بيخص التظهير التام وبيان بيخص التظهير الناقل وبيان بيخص التظهير التأميني يبقى عندي ايه هو التظهير قلنا هو بيان بيكتب على ظهر الكمبيالة بيفيد نقل الحق الثابت بها الى اذن شخص اخر وهو المظهر اليه اتكلمنا عن انواع التظهير وعرفنا ان عندي ثلاث انواع من انواع التظهير هما التظهير الناقل للملكية بعد كده عندي التظهير التوكيلي وتالت نوع معايا وهو التظهير التأمين ولما عرفنا التظهير الناقل للملكية قلنا هو نقل الحق الثابت بيه الكمبيالة من المظاهر إلى المظهر إليه يعني إيه؟ قلنا أننا بنقل الحق الموجود في الكمبيالة اللي هو مبلغ الكمبيالة أو قيمة الكمبيالة من المظاهر إلى المظهر إليه يبقى في الحالة دي الكمبيالة بتنتقل بالكامل أو سق الكمبيالة بينتقل بكامل المبلغ إلى المظهر إليه بعد كده اتكلمنا عن التظهير التوكيلي وعرفناه وقلنا هو توكيل المظاهر في الكمبيالة إلى المظهر إليه في قبض قيمتها وليس نقل الحق الثابت بها وفي الجزئية دي عرفنا مع بعض أن المظاهر ما بينقلش ملكية الكمبيالة لا هو كل الحكاية إحنا افترضنا أو ضربنا مثلا مع بعض بأن فيه عندي تاجر ويهي التاجر ده ليه الكمبيالات في عدة أماكن متفرقة في جمهورية مصر العربية مثلا طيب هل التاجر ده هيترك تجارته وهيبتدي يلف على المحافظات عشان يحصل قيمة الكمبيالات بتاعته قلنا لا فبيعمل ايه فبيتوجه مثلا إلى البنك وبيطلب من البنك أنه هو يحصل له قيمة هذه الكمبيالات من الأشخاص اللي هم اللي هيوفوا بيها فبيعمل ليه البنك تظهير توكيلي والبنك فعلا هو اللي بيحصل قيمة هذه الكمبيالات طيب البنك لما بيحصل قيمة هذه الكمبيالات هل القيمة اللي بيحصلها بتوضع في حساب البنك ولا في حساب التاجر اللي هو العميل بتاع البنك اتفقنا إن هي طبعا بتوضع في حساب العميل أو في حساب التاجر ليه؟ لأنه لم ينقل ملكية هذه الكمبيالة إلى البنك ولكنه فقط قام بتظهير هذه الكمبيالة تظهير توكيلي فهو وكل البنك في قبض هذه الكمبيالات ولم ينقل له ملكيتها طيب بعد كده اتكلمنا مع بعض عن النوع الثالث من أنواع التظهير وهو التظهير التأميني وقلنا ايه هو التظهير التأميني هو رهن الحق الثابت في الكمبيالة وأيضا لو تفتكروا مع بعض كنا قلنا أن التاجر في هذه الحالة لعدة كمبيالات موجودة برضو في مواعيد مختلفة يعني تواريخ الاستحقاق بتاعتها مختلفة فبيعمل ايه؟ وهو عايز يقوله علشان يشتري بضعاء فبيعمل ايه؟ بيرهن هذه الكمبيالة أو بيظهر هذه الكمبيالة للبنك تظهير تأميني وفي الحالة دي البنك هو اللي بيحصل قيمة هذه الكمبيالات لما بيحين وقتها وبيدي للتاجر المبلغ اللي هو محتاجه أو قيمة هذه الكمبيالات علشان يقدر أنه يكون معاه سيولة يقدر أنه يتابع تجارته طيب بعد كده اتكلمنا مع بعض عن الطريق الآخر من طرق تداول الأوراق التجارية وهو طريق التسليم وعرفنا أن التسليم هو انتقال الكمبيالة من يد إلى يد دون أن يقوم المظاهر بالتوقيع على سق الكمبيالة بتمام التظهير يعني أنا لو عايزة أنقلك قيمة هذه الكمبيالة عن طريق التسليم فما علي غير أن أنا بسلم لك هذه الكمبيالة يدا بيد ولو تفتكروا برضو كنا اتكلمنا وقلنا أن المشرع لا يميل أو دايما بينظر بعين الحساسية إلى هذا الطريق من طرق التداول الكمبيالة ليه لأنه قلنا هذا الطريق محفوف بالمخاطر ليه لأنه ممكن بيتعرض لمخاطر السرقة أو الضياء ففي الحالة دي أي شخص بيحمل هذه الكمبيالة فهو مالك لها وبيقدر أنه هو يستوفي قيمتها لنفسه بعد كده اتكلمنا عن ضمانات الوفاء بالكمبيالة وعرفنا أن أنا عندي ثلاث ضمانات للوفاء بالكمبيالة وهي القبول ومقابل الوفاء والتضامن طيب بعد كده اتكلمنا عن الوفاء بالكمبيالة ويقولنا متى يتم الوفاء بالكمبيالة طبعا بيتم الوفاء بالكمبيالة عند حلول معاد الاستحقاق والمشرع حدد لي أربع طرق لتحديد معاد الاستحقاق في الكنبيالة أول طريقة وهي الكنبيالة مستحقة الدفع لدى الإطلاع اتنين الكنبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الإطلاع تالت طريقة هي الكنبيالة مستحقة الدفع في تاريخ معين ورابع طريقة هي الكنبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من إصدارها ونبه المشرع على ان الكمبيالة لو اجتملت على معاد استحقاق غير الموعيد سالفة الزكر بتكون الكمبيالة باطلة يعني مثلا لو جيت قلتلك ان تاريخ استحقاق الكمبيالة هو يوم الفلانتين او يوم عيد الام في هذه الحالة بتكون الكمبيالة باطلة ليه؟ لان المشرع حدد اربع طرق لتحديد معاد الاستحقاق ما ينفعش ان انا اخرج عنهم طيب اذا لم تجتمل الكمبيالة على اي معاد من مواعيد الاستحقاق قلنا هتكون مستحقة الدفع لدى الاطلاع طيب لما بيحل بقى معاد استحقاق الكمبيالة يجب على الحامل التوجه للمسحوب عليه للحصول على قيمتها طيب اذا قبل المسحوب عليه قيمة الكمبيالة انقضى الالتزام الصرفي الثابت بالكمبيال يبقى عند حلول معاد الاستحقاق المسحوب عليه بيتوجه للمين؟ الحامل الكمبيالة بيتوجه الى المسحوب عليه وبيطلبوا بقيمة هذه الكمبيالة اذا قبل المسحوب عليه مفيش اي مشكلة فبالتالي بيسدد قيمة هذه الكمبيالة وبينتهي الالتزام الصرفي الثابت في هذه الكمبيالة المشكلة بتقابلني امتى؟ بتقابلني اذا لم يقبل المسحوب عليه قيمة هذه الكمبيالة طيب لو المسحوب عليه قبل الكمبيالة فبالتالي هو بيبقى عايز يثبت انه هو فعلا سدد قيمة هذه الكمبيالة فبياخد من الحامل الشرعي للكمبيالة حاجة اسمها مخالصة هي ورقة بتكتب بيكتبها الحامل بتفيد ان المسحوب عليه سدد قيمة هذه الكمبيالة تعالوا مع بعض ان نشوف هذه الورقة يبقى زي ما بنقول كده بيتسلم المسحوب عليه الكمبيالة مكتوب عليها الصيغة التالية استلمنا القيمة وخالص وبيتترخ هذه الورقة او بتترخ هذه المخالصة وبيتم توقيع حامل الورقة عليها بيتم توقيع حامل الكمبيالة عليها طيب اذا بقى فقد صق الكمبيالة من الحامل عند حلول معاد الاستحقاق يعني عند حلول معاد الاستحقاق الكمبيالة اتسرقت او الكمبيالة ضاعت من الحامل ففي الحالة دي المشرع ألزم الحامل أنه يتخذ بعض الإجراءات عشان يقدر يطالب المسحوب عليه بقيمة الكمبيالة فاتكلمنا بناء على هذه النقطة على أحكام الوفاء بالكمبيالة وعرفنا أنه أنا عندي وفاء عادي أو اختياري بالكمبيالة وعندي كمان الوفاء في حالة السرقة أو الضياع وتكلمنا عنهم بالتفصيل في الحلقات السابقة طيب اتكلمنا كمان عن الامتناع عن الوفاء وعرفنا أن الامتناع عن الوفاء اتكلمنا أول حاجة عن إثبات الامتناع عن الوفاء والنهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن الرجوع بالكمبيالة على الملتزمين فيها طيب في إثبات الامتناع عن الوفاء تعالوا نفتكر إحنا قلنا إيه قلنا بيكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة بإحتجاج عدم القبول ويكون إثبات الامتناء عن وفاقها بإحتجاج عدم الوفاء وعرفنا مع بعض إن أنا قبل معاد الاستحقاق بيتوجه حامل الكمبيالة إلى المسحوب عليه قبل معاد الاستحقاق وبيقدم له الكمبيالة فلو المسحوب عليه قبل الكمبيالة اتفقنا إن ما فيش أي مشكلة طيب لو المسحوب عليه امتنع عن قبول الكمبيالة في الحالة دي يبقى المشرع ألزم حامل الكمبيالة إن هو يعمل احتجاج عدم القبول احتجاج عدم القبول طيب في معاد دا كان قبل معاد الاستحقاق طيب في معاد استحقاق الكمبيالة بيتوجه حامل الكمبيالة إلى المسحوب عليه علشان يستوفي منه قيمة هذه الكمبيالة طيب لو امتنع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الكمبيالة في الحالة دي ألزم المشرع حامل الكمبيالة أنه هو يقوم بإجراء الإجراء ده هو ايه احتجاج عدم الوفاء يبقى في حالة عدم قبول المسحوب عليه قبل معادة الاستحقاق بيقوم الحامل بتحرير احتجاج عدم القبول في حالة امتناع المسحوب عليه في معاد الاستحقاق عن الوفاء بقيمة الكمبيالة بيقوم حامل الكمبيالة بعمل اجراء وهو ايه وهو احتجاج عدم الوفاء يبقى كده عرفنا ايه اللي بيتم في حالة قبل معاد الاستحقاق وفي معاد الاستحقاق دي الاجراءات اللي المفوت بيقوم بيها الحامل الشرعي للكمبيالة طيب يجب عمل احتجاج عدم القبول في الموعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول يبقى انا مش بعمل هذا الاحتجاج كده بتواريخ بمزاجي انا لا ده القانون محدد لي موعيد محددة لازم ان انا اتبعها وانا بعمل هذه الاجراءات وقلنا ان الاصل ان الكمبيالة بتدفع قيمتها يوم حلول معاد استحقاق يبقى يوم انا عندي مثلا تاريخ الاستحقاق في اول يناير يبقى اول يناير بيتوجه الحامل الكمبيالة الى المصحوب عليه علشان يستوفي منه قيمة الكمبيالة ففي حالة عدم الدفع بيلزم بتحرير بروتستو عدم الدفع ايه بروتستو عدم الدفع هو احتجاج عدم الوفاء بنسميه بروتستو عدم الدفع طيب امتى بيعمله في اليوم التالي لحلول معاد الاستحقاق طيب وبرتستو عدم الدفع احنا كنا اتكلمنا فيه عن تعريفه وايه اهميته وايه موعيده وايه اثاره وايه حالات الاعفاء منه طيب زي ما اتفقنا النهار ده بقى ان شاء الله هناخد مع بعض الرجوع بالكمبيالة على الملتزمين فيها اول حاجة عايز اعرفها يعني ايه الرجوع بالكمبيالة على الملتزمين فيها اذا اثبت الحامل امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بتحرير بروتستو عدم الدفع فمش بيكون قدامه ورى ان هو يلجأ للقضاء علشان يحصل على قيمة الكمبيالة طيب ازاي بان هو هيرجع على الملتزمين فيها سواء فراضة او جميعهم بدعوة قضائية يبقى انا عندي الحامل عندي المسحوب عليه لو امتناع عن الوفاء بقيمة الكمبيالة زي ما اتفقنا مع بعض ان حامل الكمبيالة بيعمل ايه لو المسحوب عليه امتناع عن الوفاء بيعمل بروتستو عدم الدفع او بيعمل احتجاج عدم الدفع طيب هو بيعمله ليه علشان يقدر بعد كده انه هو يلجأ للقضاء واتدامه انه هو يلجأ للقضاء ويرجأ على الملتزمين الموجودين في الكمبيالة اما فراضة يعني كل واحد بدون مراعاة لترتيب واما بيرجأ عليهم جميعا بدعوة قضائية طيب اذا حصل الحامل على قيمة الكمبيالة جبرا من احد هؤلاء الملتزمين طيب لو الحامل بقى عمل ايه توجه الى احد الملتزمين وحصل على قيمة الكمبيالة جبرا عنه فمن حق هذا الشخص اللي وفى او هذا الملتزم اللي وفى بقيمة الكمبيالة انه يرجع على الملتزمين السابقين عليه عشان في الاخر هيوصل للساحب اللي بيعتبر هو المدينة الاصلي في الكمبيالة اذا لم يتم ايه قبول الكمبيالة انما لو المسحوب عليه هو اللي قابل الكمبيالة ففي الحالة بيكون المسحوب عليه هو المدينة الاصلي في الكمبيالة زي ما اتفقنا قبل كده طيب تعالوا نعرف بقى امتى بيرجع الحامل على الملتزمين بالوفاء بالكمبيالة او بمعنى اصح حالات رجوع الحامل على الملتزمين بالوفاء بالكمبيالة الحامل بيرجع بقيمة الكمبيالة على الضامنين اللي موجودين فيها وذلك بعد مرحلة المطالبة بالوفاء يبقى قلنا اول مرحلة معايا ان هو الحامل بيعمل احتجاج عدم الوفاء او بروتست وعدم الدفع دي اول خطوة طيب تاني خطوة بيعملها ايه بيرجع بقيمة الكمبيالة على الضامنين فيها يبقى الضامنين دول احنا قلنا ان اي شخص بيوقع على الكمبيالة فهو ضامن متضامن للوفاء بقيمتها طيب اول حالة عندي من الحالات هي اذا امتنع المسحوب عليه عن قبول الكمبيالة يبقى انا توجهت دلوقتي انا لو حامل الكمبيالة وتوجهت الى المسحوب عليه قبل معاد استحقاق الكمبيالة والمسحوب عليه امتنع فبالتالي بيقدر الحامل ان هو يباشر الرجوع على الملتزمين بالوفاء بالكمبيالة بشرط تحرير احتجاج عدم القبول يبقى لازم يكون ماشي في الاجراءات بتاعته بالترتيب الصحيح عشان يقدر يرجع على الملتزمين بالوفاء في الكمبيالة طيب اذا كان القبول جزئي يعني المسحوب عليه قابل جزء من المبلغ اللي موجود في الكمبيالة ولم يقبل الجزء الاخر في الحالة دي الحامل الكمبيالة بيعمل عدم احتجاج عدم قبول بالجزء الباقي اللي هو الجزء اللي لم يقبله المسحوب علي تاني حالة معنا هي اذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء في معاد الاستحقاق يبقى في الحالة دي توجه الحامل الى المسحوب عليه في معاد الاستحقاق اللي موجود في الكمبيالة طيب اذا امتنع المسحوب عليه ان هو يوفي بقيمة الكمبيالة فالحامل هنا هيباشر او هيعمل الاجراءات بتاعت الاستحقاق واللي هي بيقوم عامل ايه بيعمل زي ما انتفقنا بيحرر احتجاج عدم الوفاء او بروتسته عدم الوفاء او بروتسته عدم الدفع طيب تالت حالة معانا وهي حالة افلاس المسحوب عليه في الحالة دي بقى سواء كان المسحوب عليه قابل الكمبيالة او لم يقبلها فانا مش بيهمني الوزئية دي طيب ليه لان سقط لان الكمبيالة بافلاس المسحوب عليه ففي الحالة دي هو سقط اجل الكمبيالة فعلا يعني لو الكمبيالة دي كانت مستحقة في اول يناير وجيه المسحوب عليه افلاس في شهر نوفمبر فانا باعتبر ان سقط اجل الكمبيالة خلاص انا مش محتاج ان انا انتظر لشهر يناير عشان استوفيها سواء كان زي ما قلنا المسحوب عليه قابل للكمبيالة او كان غير قابل لها يبقى في الحالة دي بيسقط الاجل فيه الكمبيالة والحامل بيرجع على الملتزمين اللي موجودين فيهن في الكمبيالة يبقى انا عرفت ان عندي تلات حالات لرجوع الحامل على الملتزمين بالكمبيالة زي ما قلنا في حالة امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الكمبيالة قبل معادة الاستحقاق اللي هو لا يقبل الكمبيالة قبل معادة الاستحقاق تاني حالة امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الكمبيالة في معادة الاستحقاق تالت حالة هي عند افلاس المسحوب عليه طيب عايزين بعد كده نعرف مع بعض طرق رجوع الحامل على الملتزمين بالوفاء بالكمبيالة أنا عندي طريقين أو طريقتين لرجوع الحامل على الملتزمين بالوفاء بالكمبيالة عندي أول طريقة وهي الرجوع على أحد الملتزمين على انفراض دون مراعاة لترتيب معين يبقى أنا عندي أول طريقة هي أن الحامل يقدر حامل الشرعي للكمبيالة يقدر يرجع على الملتزمين أو باقي الملتزمين في الكمبيالة بدون مراعاة ترتيب معين وهيرجع عليهم فراضة طيب الطريقة الثانية عندي هي الرجوع على الملتزمين في الكمبيالة مرة واحدة عن طريق دعوة قضائي طيب كده احنا عرفنا الحالات وعرفنا طرق رجوع الحامل على الملتزمين بالوفاء بالكمبيالة تعالوا بقى دلوقتي نعرف إجراءات رجوع الحامل على الملتزمين بالوفاء بالكمبيالة إزاي الحامل بيرجع على الملتزمين بالوفاء بالكمبيالة فعندي أول إجراء وهو إعلان بروتست وعدم الدفع يبقى على حامل الكنبيالة وإحنا قلنا خلاص بمجرد ما المسحوب عليه امتنى عن الوفاء بقيمة الكنبيالة اتفقنا أن في اليوم التالي بيتوجه حامل الكنبيالة إلى المحكمة وبيعمل احتجاج عدم الدفع أو بروتستو عدم الدفع أو بروتستو عدم الوفاء طيب بعد ما بيعمل بروتستو عدم الدفع فهو عليه أنه هو يعلن التكليف بالحضور أمام المحكمة للأشخاص اللي عايز يرجع عليهم في الكنبيالة بضمان الوفاء خلال 15 يوم من تاريخ تحرير البروتستو يبقى هو دلوقتي حرر البروتستو إمتى في اليوم التالي لإمتناع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الكنبيالة اللي هو اليوم التالي لتاريخ الاستحقوق طيب بعد ما عمل البروتستو لازم أنه هو يعلنه للأشخاص اللي هو لمن يريد الرجوع عليهم في الكنبيالة بيعلنه في خلال 15 يوم من تاريخ تحرير البروتستو اللي هو عمل طيب بعد كده الحجز التحفظي الإجراء التاني هو الحجز التحفظي على أموال أحد الملتزمين في الكنبيالة وذلك خلافا للقواعد العامة التي لا تجيز توقيع الحجز التحفظي على أموال مدين إلا بمقتضى سند واجب التنفيذ يبقى أنا عندي كقاعدة عامة أو في القواعد العامة ما ينفعشي إن أنا أوقع الحجز التحفظي على أموال المدين إلا ومعايا سند واجب التنفيذ ولكن إحنا هنا بنتكلم في قانون الصرف على الأوراق التجارية أو على الكنبيالة تحديداً فأنا هخرج عن القواعد العامة وبما إني بقول هخرج عن القواعد العامة يبقى أنا هنا بتكلم عن استثناء والاستثناء لابد ليه من شروط فأنا عندي أربع شروط لابد أنا إن أنا أتبعها وأنا بعمل الحجز التحفظي على أموال الملتزمين في الكنبيالة طيب إيه هي شروط الحجز التحفظي عندي أول حاجة إن الحامل لازم يكون حرر بروتستو عدم الدفع يبقى أول خطوة أو أول شرط عندي إن الحامل زي ما اتفقنا مع بعض هيروح تاني يوم لمعاد اليوم التالي ليه عدم وفاء الامتناع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الكنبيالة يحرر بروتستو عدم الدفع وده أول شرط عندي تاني شرط إن طالب الحجز يكون هو الحامل الشرعي للكمبيالة يبقى لازم اللي هيقدم لي طلب الحجز التحفظي يكون هو مين الحامل الشرعي للكمبيالة طيب تالت شرط إن المحجوز عليه لابد أن يكون أحد الملتزمين صرفيا بالكنبيالة ما ينفعش أروح أجيب طرف غير موجود في الكنبيالة وأقول له أنت أنا هنفذ عليك الحجز التحفظي يبقى الشخص اللي أنا أو الطرف اللي أنا هنفذ عليه الحجز التحفظي لابد أن يكون أحد الملتزمين صرفيا بالكنبيالة وآخر شرط عندي إن المحجوز عليه لابد أن يكون تاجر ليه لاني هتطبق عليه قواعد القانون التجاري وقواعد قانون الصرف طيب دلوقتي انا فيه شخص انا فعلا حجزت تحفظي عليه او هو جيه لما انا عملت بروتستو عدم الوفاء فالشخص ده هو اللي وفى بقيمة الكمبيالة طيب الشخص اللي وفى بقيمة هذه الكمبيالة طيب ازاي بقى يرجع على باقي الضامنين اللي موجودين في الكمبيالة ولا هو يكون دفع قيمة الكمبيالة وخسر الفلوس بتاعته خلاص لا طبعا هو من حقه انه يرجع على باقي الضامنين او الملتزمين اللي موجودين في الكمبيالة طيب تعالوا بقى نشوف ازاي بيرجع عليهم وازاي بيستوفي حقه مرة اخرى عرفنا ان الحامل بيرجع على شخص من الملتزمين بالوفاء بالكمبيالة وسميناه الموفي يبقى الشخص اللي هيوفي بقيمة هذه الكمبيالة اتفقنا ان احنا هنسميه الموفي طيب ازاي بقى بيرجع الموفي على باقي الضامنين قالك الاجابة بتختلف على حسب من قام بالوفاء طيب لو اللي قام بالوفاء هو المسحوب علي هل المسحوب عليه بيقدر يرجع على باقي الضامنين اللي موجودين في الكمبيالة هيقلب لا المسحوب عليه لو وفى لا يرجع على اي من الموقعين على الكمبيالة ليه لانه هو الشخص المكلف بالوفاء ده انا في الكمبيالة بقول له يا مسحوب عليه ادفع لامر فلان مبلغ كذا يبقى هو الشخص اللي مين اللي مكلف بالوفاء يبقى هيرجع على مين ما ينفعش يرجع على حد إلا في حالة وحدة الحالة الوحيدة لرجوعه بتكون على الساحب إذا قام بالوفاء على المكشوف بدون مقابل يبقى أنا عندي المسحوب عليه لو أثبت إنه هو مفيش علاقة سابقة ما بينه ما بين الساحب في الحالة دي بيقدر إنه هو يرجع على الساحب طيب تاني حاجة عندي المظاهر لو المظاهر هو اللي وفى بقيمة الكنبيالة المظاهر عندي مجرد ضامن في الكنبيالة فإذا وفى بقيمة الكنبيالة يقدر يرجع على الضامنين السابقين له لكن خلي بالك هو بيرجع على الضامنين السابقين له لكن هو ما بيرجعش على الضامنين اللي جم بعده اللي هم التاليين ليه ليه؟ لأنه هو الضامن لهم الضامنين التاليين له هو الضامن لهم فما ينفعش انه هو يرجع عليه طيب لو اللي قام بالوفاء هو الساحب اذا رجع الحامل على الساحب انتهى الالتزام الصرفي السابت في الكمبيالة بشرط ان المسحوب عليه لم يوقع على الكمبيالة بالقبول طيب يعني ايه الكلام دوت احنا قلنا ان الساحب في البداية هو اللي انشأ الكمبيالة او هو اللي حرر الكمبيالة طيب الساحب لما هو اللي انشأ الكمبيالة فقلنا انه هو الوحيد اللي بيكون موقع عليها فهو في الحالة دي هو المدينة الاصلي في الكمبيالة يبقى لو الحامل رجع على الساحب فهو في الحالة دي بينتهي الالتزام الصرفي طيب لو كان بقى المسحوب عليه وقع على الكمبيالة بالقبول قلنا في الحالة دي المسحوب عليه بيصبح هو المدينة الاصلي في الكمبيالة يبقى في الحالة دي يقدر الساحب انه هو يرجع عليه بدعوة قضائية يبقى دي الحالة اللي ممكن يستاحب فيها يرجع على المسحوب عليه بدعوة قضائية طيب تعالوا بقى نشوف دلوقتي انقضاء الالتزام المصرفي بالسقوط او التقط هنبدأ مع بعض في الاول وناخد انقضاء الالتزام المصرفي عن طريق السقوط والمقصود بالسقوط هنا هو سقوط حق الحامل المهمل في الرجوع على الضمين احنا من اول خالص ما بتدينا نتكلم كنت بقولك ايه والله ممقل الحامل الشرعي لو ما نفذش الحاجات الواجبات المفروض ينفذها في الحالة دي بيعاقب عقاب قليم وهو سقوط حقه تعالوا بقى دلوقتي نعرف يعني ايه بيسقط حقه في هذه الكمبيانة بيسقط حق الحامل ققعد عما في الرجوع على الملتزمين بالكمبيانة اذا اهمل اتخاذ الاجراءات اللي فرضها القانون عند امتناع المدين عن الوفاء بالكمبيانة يبقى هنا امتا بيسقط حق الحامل لو ما امشي بالواجبات ايه اللي المشرع الزمه انه هو يقوم بيها يعني مثلا مالتزمش بالتوقيطات او بالموعيد اللي المشرع حددها له في مثلا في تحرير احتجاج عدم القبول او في تحرير احتجاج عدم الوفاء طيب تعالوا نعرف بقى حالات سقوط حق الحامل المهمل او ايه هي حالات الحامل المهمل اول حالة اذا لم يقدم الكمبيانة مستحقة الدفع لدى الاطلاع او بعد مدة معينة من الاطلاع للوفاء او للقبول خلال مدة سنة من تاريخ اصدارها احنا كنا لما تكلمنا عن الكمبيانة كنا قلنا دلوقتي لما بيتم الكمبيانة بكتب تاريخ الاستحقاق وقلت مثلا تاريخ الاستحقاق تكون الكمبيانة مستحقة لدى الاطلاع او عند الاطلاع طيب في الحالة دي انا كحامل للكمبيانة هاخد الكمبيانة وحطها في جيبي 3-4 سنين بقى ولما افتكرها ابقى اطالب بيها المسحوب عليه قلنا لأ قلنا ان القانون حدد لي مدة وسميناها مع بعض المدة القانونية والمدة القانونية دي بتكون سنة من تاريخ الاطلاع او من تاريخ القبول طيب في الحالة دي قلنا لو عدت السنة والحامل الكمبيانة مقدمش الكمبيانة للقبول او مقدمهاش للاستحقاق في الحالة دي بيسقط حقه في الرجوع على باقي الملتزمين في الكمبيانة وقلنا زي ما فيه سنة اللي هي المدة القانونية قلنا ان ممكن يبقى فيه مدة اتفاقية ممكن مثلا الساحب انه هو يطيل هذه المدة او يقصرها حسب ما يشاء يعني مثلا ممكن الساحب وقلنا الاطالة والتقصير ده من حق الساحب فقط فقلنا ان ممكن الساحب ان هو يطيل هذه المدة يعني مثلا يكتب ان هي تكون المدة سنة ونص ممكن يخليها ست شهور دي اسمها المدة الاتفاقية انما القانون حدد لي مدة قانونية وهي سنة من تاريخ القبول او من تاريخ الاطلاع طيب تاني حالة معايا من حالات سقوط الحامل اذا اشترط الساحب او احد المظاهرين تقديم الكمبيالة للقبول خلال مدة معينة وهو لم يقدمها للقبول خلال هذه المدة يعني الساحب او احد المظاهرين اشترط شرط في الكمبيالة احنا قلنا ان من ضمن الشروط الاختيارية في الكمبيالة هي شرط تقديم الكمبيالة للقبول او عدم تقديمها للقبول طيب لو هنا بقى الساحب او احد المظاهرين اشترط شرط تقديم الكمبيالة للقبول في مدة معينة وين عندي الحامل اهمل وما قدمهاش في هذا التاريخ او ما قدمهاش خلال هذه المدة ففي الحالة دي بنعتبره حامل مهمل وبيسقط حقه في الرجوع على الملتزمين بالكمبيالة او على باقة ضامنين في الكمبيالة تالت حالة معنا وهي اذا كانت الكمبيالة بتتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف وهو لم يقدم الكمبيالة للوفاء في معادة الاستحقاق برضو احنا كان عندنا من ضمن الشروط او الاختيارية كانت شرط الرجوع بلا مصاريف طيب لو كانت الكمبيالة فيها شرط الرجوع بلا مصاريف وحامل الكمبيالة ما قدمهاش للوفاء في معادة الاستحقاق ففي الحالة دي هو برضو بيكون حامل مهمل وبيتعرض لعقوبة سقوط حقه في الرجوع على باقي الملتزمين الموجودين في الكمبيانة رابع حالة معنا والأخيرة إذا لم يحرر احتجاج عدم القبول أو عدم الدفع في المواعيد المقررة قانونه إحنا اتفقنا أن احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الدفع اتفقنا في احتجاج بأنه هو بيحرر في اليوم التالي طيب يبقى هنا لو عندي الحامل أهمل هذا الميعاد فيبقى هيتعرض لسقوط حقه في الرجوع على باقي الملتزمين في الكمبيانة وبيكون في الحالة دي حامل مهمل يبقى احنا كده عرفنا حالات سقوط حق الحامل المهمل في الرجوع على الملتزمين بالكمبيانة طيب تعالوا بقى نعرف مين الأشخاص اللي ليهم حق التمسك بالسقوط طيب أنا عندي أول حاجة أما نيجي نتكلم عن مين اللي له الاحتجاج بالسقوط لازم الأول أستعرض كل الأشخاص الموجودين في الكمبيانة فهلاقي أن الأشخاص اللي موجودين في الكمبيانة وليهم حق الاحتجاج بالسقوط هتكلم عن الساحب عن المسحوب عليه عن المظاهر مين في الأشخاص دي اللي يقدر يحتاج على حامل الكمبيانة المهمل طيب أول حاجة عندي المظاهر قلنا المظاهر ضامن فبالتالي هو يقدر أنه هو يحتاج بسقوط حق الحامل المهمل في الرجوع على باقي الملتزمين طيب بالنسبة للمسحوب عليه لا يستطيع الاحتجاج بالسقوط سواء كان غير قابل للكمبيانة أو كان قابل للكمبيانة طيب لو كان غير قابل للكمبيانة ليه ما يقدرش يحتاج بالسقوط لأنه في الحالة دي غير مرتزم أصلا مدام لم يقبل الكمبيانة فهو ليس المدينة الأصلي في الكمبيانة يعني طالما ما وقاش عليها بالقبول فهو ليس المدينة الأصلي في الكمبيانة فهو غير مرتزم أصلا طيب لو كان قابل للكمبيانة مش هينفع برضه أنه يحتاج بالسقوط ليه لأنه هو المدينة الأصلي في الكمبيانة طيب بالنسبة للساحب قلنا لو الساحب قدم مقابل الوفاء فأنا بعتبره في الحالة دي ساحب حسن النية فيقدر يتمسك بسقوط حق الحامل المهمل حتى لو لم يقدم مقابل الوفاء لأ طبعا هو هنا إيه لازم في الحالة دي أنه هو ما يقدرش يتمسك بالسقوط لأنه أنا بعتبره هنا ما فيش حسن النية يبقى لابد لو لم يقدم الساحب مقابل الوفاء فهو لا يستطيع التمسك بالسقوط طيب انقضاء الالتزام المصرفي فأنا في انقضاء الالتزام المصرفي هنعرف الأول يعني إيه التقادم الصرفي ولكن إن شاء الله هفي الحلقة القادمة بإذن الله هنستكمل هذا الجزء لأن بعد كده هنتكلم في السند الإذني أو السند لأمر فأشوفكم على خير في الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا